في طريق التحول من الصحافة الورقية إلى الإلكترونية تدعم المشهد الصحفي في الجزائر بمائة وعشرين موقعاً إلكترونياً وكلما زاد العدد ضاقت المساحة في ظل شح الموارد المالية وغياب أطر قانونية تضع حداً لفوضى القطاع يعقوب حاجلاني شاب جزائري أسس مجمعاً إعلامياً يضم جريدة ورقية اقتصادية وموقعين وقناة إلكترونية وبعد مرور خمس سنوات أضطر لتسريح الموظفين وأغلق أبواب الستوديو وأوقف سحب الجريدة بعدما حاصرته الديون ضمان استمرارية السحفة الإلكترونية الجزائر هو واقع أو مرتبط بتمويلها في الوضع الحالي نحن كمؤسسة مثقلة بالديون هذه حقيقة يعني ما تقدرش تستفاد من الإشهار العمومي أو السفقات بين قوسين بسبب أن القانون يمنع هذا أنه يعطي للصحفة المكتوبة وما يعطيش له وهنا ننتظر في الإصلاحات التي ستكون من أجل استفادة الصحفة الإلكترونية نحن نطالب الإشهار التجاري أن الصحفة الإلكترونية تستفاد من إشهار التجاري مهما تكون طريقة نحن نطالب فقط أن تكون هناك منافسة شارفة ما بين مؤسسة الإعلامية حسب المختصين في مجال الإعلام فإن طريقة تسيير ملف الإشهار أو الإعلانات العمومية لم تخدم المهنيين الحقيقيين بل زادت من متاعب الصحفيين والمؤسسات الإعلامية مشروع قانون الإعلام الجديد سيعرض في مجلس الوزراء المقبل وحسب بيان مجلس الحكومة فإن نص هذا المشروع يعكس رغبة السلطات العمومية في عملية إصلاح القطاع طبقا لأحكام دستور أول نوفمبر 2020 وهو ما يأمله أصحاب المؤسسات الإعلامية الذين ينادون بتدعيم الترسانة القانونية المنظمة للمهنة بما يضع حدا للفوضى التي تعيشها الصحافة الجزائرية قانوني السمع البصري وقانون الإشهار هذا الأخير سيساهم في حالة صدوره في تنظيم المهنة وإنهاء حالة الفوضى التي متدت لأكثر من عقدين من خلال الاعتماد على معايير غير واضحة في توزيع الإشهار العمومي هذه الوضعية أثرت على المؤسسات الإعلامية وأثرت على الناشرين والملك وبالتالي أثرت على الصحفيين اليوم الصحفيون في الجزائر يعانون على المستوى الاجتماعي بالإضافة إلى المستوى المهني أما نقابة ناشري الإعلام فنددت بتعثر مصاري الإصلاحات مؤكدة بأن مشروعي قانون الإعلام والسمع البصري لم يحظيا بنقاش عميق من أهل المهنة في ظل وصول عشرات المؤسسات الإعلامية إلى حافة الإفلاس كريم قندولي قناة الغد الجزائر